يعني ماذا لعبة تطلب منك تستخبى من الأعداء بدل تحاربهم؟ هذه ليست لعبة، هذا كان مضمون لإعتراضات التي هدية كوجيما قبلها من رؤسائه عندما بدأ يعمل على لعبة ميتال جير، اللعبة التي بدأت تصنيف الستيلث. ألعاب الستيلث أو التسلل أو التخفي ليس تشبه رغبتك في الإحساس بالقوة والشجاعة، بل ستجعلك تهرب من الأعداء وتتجنبهم. ولكن بالرغم من فكرتهم غير البديهية إطلاقاً، إلا أن ألعاب التسلل أصبحت واحدة من أفضل وأمتع وأذكى تصنيفات الألعاب وأكثرهم شعبية. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن تاريخ ألعاب التسلل، وما هي الأنواع المختلفة التي تفرعون منها؟ ألعاب الستيلث هم سبجانرة أو نوع من ألعاب الأكشن أدفنتشر، يعني ألعاب الأكشن والمغامرات. لماذا لم نكتفن بأننا نقول ألعاب الأكشن فقط، كما كنا نفعل مع التصنيفات التي ذكرناها في الحلقات التي فاتت؟ ألعاب الأكشن أدفنتشر هي ألعاب الأكشن التي فيها القصة، وفعلاً صعب جداً تعمل لعبة تسلل من غير القصة، تفسر أنت من ويتحاول أن تتسلل فين لكي تفعل ماذا؟ يجب أن يكون هناك هدف واضح مما يضيف الإحساس بالمغامرة. ما هو بالضبط تعريف ألعاب الستيلث؟ في ألعاب الستيلث، هدفك ليس أن تتواجه الأعداء وجهاً لوجه، بل أن تتجنب مواجهتهم بشكل مباشر. تجنب المواجهة يتم غالباً من خلال الاختباء أو التنكر أو التسلل مع مراعاة أن لا أحد يشوفك أو يسمعك. معظم أبطال الألعاب دول يكونوا جواسيس وقوات خاصة ومغتلين ونينجا وحرامية. لذلك لا يمكن فصل عنصر المغامرة من ألعاب التسلل، بسبب طبيعة الأبطال التي تجعلك تتحكم فيهم. أصدامك يا حرامي! أنا ذكرت في بداية الفيديو أن Metal Gear هي أول لعبة تصنف تحت تصنيف الستيلث، ولكن مع ذلك هي لم تكن أول لعبة ستيلث في التاريخ. أصول التصنيف ترجع لحد أواخر السبعينات، بالأخص سنة 1979 مع لعبة Shoplifting Boy، والتي كانت عبارة عن ولد يدخل محله ويبدأ يسرق شيئاً منه مع تجنب مجال الرؤية من صاحب المحل. هذه اللعبة للأسف لم تشاهدت خالص، ولكنها كانت مصدر إلهام لعبة نزلت بعدها في سنة، اسمها Lupin the Third من نشر شركة تايتو، وكانت أيضاً تعتمد بشكل كبير على الهروب من الحراس وعدم وجهتهم. بعض الناس أيضاً يعتبروا لعبة باكمان الشهيرة مثال لأول ألعاب الستيلث، ولكن الناس كثيراً يرجعوا بدايات التصنيف للعبة Castle Wolvenstein الذي نزلت في سنة 1981. أي حد فيكم تعود على سلسلة Wolvenstein أكيد سيكون مستغرب جداً كيف أول جزء خالص من هذه السلسلة الدموية كان لعبة تسلل، ولكن بالفعل Castle Wolvenstein كانت فكرة هي أنك تسرق خطط حربية وتهرب من غير ما الحراس يشاهدوك. في نفس السنة أيضاً، سيجا أصدرت لعبة التسلل بعنوان 005، وفيها تلعب بجاسوس ويحاول يسرق ملفات سرية أيضاً من غير ما حد يأفشه. هذه اللعبة بالرغم من أنها ليست أول لعبة تستخدم فكرة التسلل، إلا أنها دخلت موسوعة جينيس كأول لعبة التسلل في التاريخ. من ساعتها فيها العب كثير بدأت تستخدم التروب، مثل سابتور في 1985 وإنفلتريتر في 1986. ولكن تصنيف التسلل فعلاً دخل مجال المينستريم جيمينج سنة 1987 مع لعبة ميتال جير. هذه اللعبة التي فعلاً حددت ملامح الستيلس جانرا، وركزت على عنصر التخفي أكثر من أي لعبة سابقة. اللعبة كانت تجعلك تبدأ من غير أي أسلحة لكي تكبرك على تجنب المواجهة لحد ما تجد شيء تدفع بها عن نفسك. الأعداء كانوا يرونك من آخر الشاشة، يستطيعوا يسمعوا ضربات الرصاص لو السلاح لم يوجد كاتم صوت، وكان هناك كاميرات وليزر سينسور أيضاً. الجزء الثاني بعنوان Metal Gear 2 Solid Snake حسن هذه الميكانيكس الثورية أكثر وأكثر، مع تحسين الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجال رؤية الأعداء. بسبب اللعبتين دول، تصنيف الستيلس بدأ بالفعل يشوف النور، ويبقى أكثر من مجرد فكرة هامشية، ولكنه كان لسه محتاج ثورة أكبر، ثورة توصله لمستوى الشعبية الذي تمتع به حالياً. هذه الثورة حصلت سنة 1998، التي شخصياً أعتبرها من أعظم السنين التي مرت على الجيمينج وبالذات لألعاب التسلل. في هذه السنة، صدرت Tenshue Stealth Assassins، والتي كانت أول لعبة Stealth 3D. Metal Gear Solid، والتي كانت أول جزء 3D من Metal Gear، وقدمت أفكار ثورية كثير جداً، مثل ميكانيك الإختباء وراء كوفر. The Dark Project، أول لعبة Stealth من منظوري الشخص الأول، وأول لعبة تجعلك تستخدم الظلال في التخفي، وجعل الصوت ميكانيك أساسي في الجيمبلاي. بعدها، ألعاب التسلل بدأت تنهال وراء بعض، سلسلة Hitman بدأت سنة 2000، وسلسلة Splinter Cell بدأت في 2002، لكن وسطهم Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty عملت ثورة جديدة في التصنيف، وكانت أول لعبة التسلل تصنع زكاء اصطناعي جماعي، يعني تجعل الأعداء يتواصلوا مع أعداء تانين ليس موجودين في المكان أصلاً، ويحذرهم بوجودك. بعدها، Metal Gear Solid 3 Snake Eater كانت أول لعبة قدمت نظام Camouflage، Assassin's Creed قدمت نظام الاندماج وسط الناس، وألعاب كثير مش ستيلس بدأت تضم لحظات ستيلس فيها مثل Far Cry و Uncharted. على عكس معظم التصنيفات الأخرى، تصنيف الستيلس ليس لهم أسامي متفق عليهم، ولكنه بالفعل سهل تقسيمه لثلاث أنواع، أغلب ألعاب التسلل يتحركوا بينهم. أول نوع دعونا نسميه Void Line of Sight Stealth Games، يعني ألعاب التسلل عبر تجنب خط الرؤية. في هذه الألعاب، هدفك الرئيسي أنك لا تشاهد من العدو، هدفك ليس قتل العدو ولا تجاري من العدو، بل أنك لا تجعله لا يرى أصلاً. اللعبة ممكن تسمح لك تقتل هذا العدو أو تهرب منه بعد أن يرىك عادي، ولكن أغلب هذه الألعاب تريد أن تتجنب الاحتكاك مع العدو كلياً، وتكفأك عندما تفعل ذلك. تجنب مجال رؤية العدو يبقى إما عن طريق كسر خط الرؤية بأنك تستخبى وراء كفر، أو حيطة بينك وبينه، أو تستخبى داخل هايدنج سبوت، أو من خلال استخدام الظلال عن طريق أنك تتحرك في الأماكن التي لا يوجد إضاءة. الألعاب التي تعتمد على تجنب خط الرؤية هم أقدم نوع، وبدأ مع بداية التصنيف نفسه، وبالفعل تستطيع تلاحظه في أغلب ألعاب التسلل وأقدمها. بل ونقدر نقسمه لنوعين فرعيين أيضاً حسب طبيعة المهمة لك في اللعبة، في الانفلتراتيشن ستيلس أو الاقتحام، وهذا عندما تبقى أنك الشخص الذي يقتح المكان ليس المفروض أن تكون هناك لهدف ما، أنت تكون جاي من برى المكان وهدفك طول اللعبة أن تتعمق جواه لسبب أو لآخر. مثل الزبط في ألعاب The Thief التي تجعلك تدخل أماكن لكي تسرقها، أو Metal Gear و Splinter Cell التي تجعلك تتسلل لمكان ما لتحقيق مكاسب عسكرية أو جاسوسية، أو Hitman وAssassin's Creed وDishonored التي تجعلك تقتحم مكان لكي تغطئ الحد. الثاني نوع فرعي هو Escape Stealth أو تسلل الهروب، وفي هذه الألعاب، أنت تبقى الضحية التي يتم مطاردتك من الناس أو وحوش يريدون أن يقذوك، أنت تبقى داخل المكان ولكن تريد أن تهرب منه لكي تنجب حياتك. وفي أغلب الأحيان لا يكون لديك أي طريقة تدافع بها عن نفسك، هذه الألعاب غالباً تبقى ألعاب رعب، وهذا منطقي، لأن فكرة أنك تكون مطاردت طول الوقت هي تربة خصبة لتصنيف رعب البقاء. Siren في 2003 كانت أول لعبة رعب تدمج التسلل فيها بشكل رئيسي، ولكننا رأينا ألعاب كثيرة أخرى مثل Amnesia The Dark Descent وOutlast وAlien Isolation. ثاني تصنيف رئيسي لألعاب التسلل ممكن مجازاً نسميه Hide In Plain Sight Stealth Games أو التسلل عبر الاختباء داخل مجال رؤية الأعداء. طبعاً هذا يشير إلى شيء واحد، التنكر. في هذا النوع من ألعاب التسلل أنك لا تحتاج طول الوقت تستخبى جوادولاب أو تسحف تحت سرير، الآن تستخبى في مرأة من الجميع لو كنت متنكر بذي ما يجعل الأعداء يشكوا فيك. بالرغم من أن مجال رؤية الأعداء لا يزال مهم في هذه الألعاب، إلا أن دخولك فيه ليس بالضرورة مصيبة كما رأينا في النوع الذي فات، طالما لابس التنكر الصح. ميكانيك التنكر ظهر في ألعاب تسلل قديمة جداً مثل Castle Wolfenstein و Beyond Castle Wolfenstein، الذي أحياناً كانوا يجعلوك تلبس يونيفورم الحراس لك لا يأخذوه بالهم منك، وحتى مثل جير 1 أيضاً فيها حتة تجعلك تتنكر على شكل جندي من جنود الأعداء. ولكن اللعبة التي حاولت التنكر من مجرد لحظات جانبية إلى الميكانيك الرئيسي في اللعبة كانت Hitman Codename 47، خصوصاً أنها كانت أول لعبة 3D تستخدم هذا الميكانيك. من ساعتها رأينا أسلوب الـ Hide in Plain Sight في أجزاء جديدة من Hitman وفي ألعاب أخرى مثل Assassin's Creed، والتي لم تكن تعتمد على التنكر بل على الاندماج وسط الحشود والمجموعات. ثالث تصنيف رئيسي يمكننا أن نسميه Predator Stealth Games، أو ألعاب التسلل للصيد الأعداء. في النوعين الذي فاتوا وانتقام، ممكن تقتل الأعداء من وقت للتاني عندما تحتاج، لكن قتلهم ليس هو هدفك الرئيسي. أما في هذا النوع، القضاء على كل الأعداء في الخريطة هو الـ Main Objective. هذا الأسلوب ممكن أن يكون تم استخدامه في أكثر من لعبة مثل بعض أجزاء Uncharted خصوصاً الجزء الرابع، ولكن المثال الأبرز للنوع هو سلسلة Batman Arkham. والذي فيها تلعب باتمان وهو يرعب المجرمين ويصطادهم واحد وراء الثاني من غير حتى لا يشاهدوه وهو جاي لهم. هذا النوع بالتعريف ستجده أيضاً واضح جداً مع ألعاب الرعب العكسي، مثل لعبة كارين واللوسيس. لأنك في هذه الألعاب بدل ما تلعب بالضحية الذي تحاول تهرب من الوحش، أنت تلعب بالوحش نفسه وهو يستغد الضحايا بتوعه. هم أهم ثلاث أنواع فرعية لتصنيف الـ Stealth. الألعاب التي عملت ذلك كانت سلاي كوبر، ولكن بعدها جاءت ألعاب كثيرة مثل Assassin's Creed و Mark of the Ninja. وحالياً ستجدوا ألعاب كثيرة جداً ليس ستيلس أصلاً مثل ألعاب شوترز، وألعاب بيتم أب، وألعاب ستراتيجي، ولكن مع ذلك فيها أجزاء ستيلس حتى لو بسيطة، مما يؤكد أن هذا التصنيف شعبيته لا تزال في ازدياد. كالعادة مهتمين جداً نعرف ما رأيكم في تصنيف الـ Stealth، وما أكثر نوع من ألعاب التسلل تحبوه؟ تعرفوني أيضاً في التعليقات لعبة الـ Stealth المفضلة لديكم، وما تنسوا لايك وسبسكرايب مع تفعيل جرس التنبيهات لكي لا تفوتوا الحلقات الجاية. في التسكريبشن ستجدوا رابط موقع ستورجيمس تو ايجيبت، ورابط لصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.